بسم الله الرحمن الرحيم معاكم مطبخ أم نور ربيع النهاردة هنعمل مع بعض كده بديل ألوان المايكا بتاعت السابون السيل السيل هنعرف نعملها بمكونات بسيطة وموجودة معنا في كل بيت تعال نشوفوا بقى المكونات بتاعتنا اللي موجودة في كل بيت الاي شادو الاي شادو طبعا بيكون موجود عندنا وساعد كمان بنرميه بدل احنا بقى ما نرميه وبنعمله السابون السيل بتاعنا وعايزين نلونه هنلونه بالايه بالألوان دهيت طبعا ممكن تجيبي ألوان السابون بس بتبقى بعيدة علينا او مش موجودة ساعتها فبتبقي انت محتارة عايزة تلوني السابون بتاعك وتعمليه هنجيب طبعا ربع مية كوبية مية معنا هنشوف الاول يعني بنعمله ازاي قبل ما نجي نحطه في السابون بتاعنا بنحطه طبعا ايه في ثلاث معلق من السابون السيل اي سابون السيل عندك لو عايزة تحط بنفس اللون بتاع الاي شادو اللي هتحطيه حطيه مع ايه مع ربع كوبية من المية وبس بيه شوية عشان يدوب معاك بتختاري بقى اللون اللي انت عايزاه اي لون انت حباه تلوني به السابون السيل هتحطيه على ربع كوبية مية والثلاث معالق من السابون السيل بتتركيه بقى شوية وتقلي به طبعا الاول كل ما تقسبيه شوية اللون بتاعه بيفتح وبيبان يعني ما تحطهوش على طول لا يدوب بس السيل اول شوية عشر دقيق كده وتتركيه لغاية ما ايه عايبان معاك اللون بتاعه طبعا دي الوان بتبقى بودرة كده لازم تدوي بيها تعاني نجرب كمان لون كده معانا برضو هنحط ايه ربع كوبية مية حبة صغيرين وهنجيبه برضو سابون سيل بس قلت الاول ايه تعاني نجربوه في المية الاول يدوب الاول في المية باي لون برضو انت عايزاي تعاني نشوف كده نختار اللون مع بعض نهون تعاني نشوف الرصاصي ده بحطها آآ بحط الرصاصي كله لو حتى هي مش آآ ما عملتش معايا بحط اللي وراها عشان بيبقى عندنا لونين كده متشابهين بنقلبوه بقى لان ازا ما احنا شايفين كده بتبقى ايه بودرة خوالي سهيت بتاخد شوية على بالما الدوب عملت طبعا انا سابون سيل بالالوان ديت وطلع لون حل حطينا طبعا هوت برضو سابون السيل كنت انا عاملاه معاكو على القناة حطيت منه جتلت برضو معالق على الربعة كوباية من المياه واللون اللي احنا حطناه وبتقلبيه وبتسيبي شوية ولما تيجي تعملي السابون السيل بتاعك بتكوني انت بحط دراب عشان بيكون البودرة بتاحته آآ لونة معاكو ودابت دابت خالص فبتروح يحطها انت وبتلوني بيها السابون بتاعك اللي انت عايزيه قداني اللون ده هوت وزا ما احنا شايفين كده واللون التاني اهو بصو فتح ازاي وداب معايا ازاي تلاوين السابون السيل بتاعك بمكونات موجودة معاك في البيت اللي لسا بقى موجود معايا لغاية دلوقتي ما ننسيش بقى الاشتراك في القناة فضلا وليس امرا واللايك بتاعك جميل اللي زيه دي الالوان اللي كانت معايا اللي كمان كنت هرميها قولت لأ ما نرميهاش ونجرب بيها الايه سابون السيل بتاعنا حاجة جميلة اهي لايشادو اللي عندك موجود في البيت كمان في رجو برضو بينفع واللون بتاعي بص بقى اخوة ده اللون الزهري واللون التاني بصو عمل اه اه ده لون ايه في الكبالي تحت بصو بصو بكل بساطة بممكن تلوني السابون السيل بتاعك طبعا موجود عندك تلوين السابون المادة اللي بتلوني بيها السابون ماشي تبقى حلوة قوي بس لو مش موجود بقى معاك هتعملي ايه هنعمل بالايشادو معانا اللي موجود في البيت ايه رايك بقى فيديو بسيط وعلمنا ازاي اللي احنا اللون السابون السيل بتاعنا اللي احنا هنعمله وبيكون بقى طبعا بقى احلى الالوان زي ما انت عايزة حبيبتي بحبك في اللي السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة